لا شك بأن التعليم في العالم العربي يعاني من أزمة عنيفة ومزمنة بسبب كثرة العوامل والأسباب شديدة التداخل والتعقيد الكامنة وراء هذه الأزمة فهي تمس عن قرب هوية الأمة وحاضرها ومستقبلها فلا أحد يماري في أن التعليم يعد في حياة الأمم والمجتمعات المعاصرة القاعدة الصلبة والأساس المكين الذي تقوم عليه فالدول المتطورة في عالمنا اليوم تؤسس نهضتها على العلم رغم تزايد أعداد الملتحقين بالمدارس فإن نسبة الأمية في الدول العربية ما زالت مرتفعة فهي تضم الملايين من الأميين كما أن معدلات الالتحاق تشير إلى أن عددا كبيرا من الأطفال في سن التعليم لا يلتحقون بالمدارس أو يتسربون منها بعد فترة قصيرة من التحاقهم بها لكن التحديات الأهم في مجال التعليم لا تقتصر على النواحي الكمية كالإنفاق على التعليم والقدرة على استيعاب جميع الأطفال في المدارس وإنما في تردي نوعية التعليم المتاح وثمت عناصر أخرى تؤثر تأثيرا حيويا في تحديد نوعية التعليم لعل من أهمها سياسات التعليم ووضع المعلمين ومناهج التعليم وأساليبه بالإضافة إلى التخصيصات المناسبة لقطاع التعليم فقد غلب عليها الانخفاض مقارنة بغيرها البنك الدولي ومنذ سنين خلت حذر من تخلف مستوى التعليم في العالم العربي وأنه بحاجة إلى إصلاحات عاجلة فقد خصصت الدول العربية 5% فقط من إجمالي الناتج المحلي و20% من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم خلال السنوات الأربعين الماضية لكن هناك بارقة أمل أظهرتها التقييمات الدولية أيضا من تقدم بعض الدول العربية في الميدان التعليمي مثل حصول قطر على المرتبة الرابعة في جودة التعليم على مستوى العالم تلتها الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة العاشرة عالميا بالإضافة إلى ظهور بعض الجامعات في مراتب متقدمة على مستوى العالم وعلى الرغم مما سبق فإن الدول العربية لا تزال تعاني بحسب المختصين من أربع مشكلات كبيرة تكفي لإظهار الحقيقة دون تزيف تتمثل في اللاهوية واللا رؤية واللا استراتيجية واللا تحدي فكما يبدو أنها لم تحدد هويتها بعد هل تريد تعزيز قيم العروبة أم الإسلام أم الحداثة أم الغرب أم الشرق وهي كذلك تتخبط في رؤيتها بين ضعف القدرة على التخطيط وصياغة الاستراتيجيات وبين المناكفات السياسية والشخصية كل ذلك في ظل غياب الهدف فما الذي نريده من التعليم وإلى أين نريد أن نصل إن التعليم في الوطن العربي بحاجة إلى دراسة مستفيدة لمعرفة الخلل الكامن فيه وأن مشكلات التعليم هي في الواقع منظومة معقدة ومتشابكة من المشاكل التي يعاني منها عالمنا العربي في كافة المجالات فالأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تلعب دورا أساسيا فيها ولا يمكن حلها ما لم نبدأ بالمصارحة الشفافة عن أوضاعنا الحقيقية ومحاولة وضع خارطة طريق صالحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه